كان عام 2018 احد الاعوام المميزة لمملكة البحرين والتي حققت من خلاله جملة من الانجازات والنجاحات في مجالات مختلفة كان على رأسها المجال السياسي والحقوقي الذي تمكنت فيه المملكة من كتابة تاريخ مشرف على المستوى المحلي والاقليمي والدولي مسيرة مملكة البحرين التنموية مسيرة امتلأت بالتجارب والانجازات الهامة والملهمة وذلك لما تنطلق منه من مبادئ واسس تدور في محورها على نجاح الانسان البحريني وتطوره ونمائه وقد كان العام المنصرم عاما شهد فيه المجال السياسي محطات مفصلية في مسيرة العمل الوطني والمشرف الذي قامت عليه سواعد ابناء البحرين بكل عزيمة واسرار ومن ابرز المشاهد السياسية التي تحققت خلال هذا العام هو النجاح المبهر الانتخابات الفين وثمانية عشر بنسبة مشاركة وصلت الى سبع وستين بالمئة وهي الاعلى في مسيرة العمل السياسي والديمقراطي الذي شهدته البلاد في تعبير عن مدى الوعي السياسي الذي وصل له المواطن البحريني النجاحات السياسية غالبا ما تكون انعكاسا للتحضر والتطور الحقوقي في البلاد وهو ما حققته البحرين خلال العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وما وصول المرأة البحرينية الى رأس السلطة التشريعية الا انعكاس لما يوليه القانون البحريني من حرص على تكافؤ الفرص وحفظ حقوق المرأة البحرينية بل والنهوض بها الى مستويات غير مسبوقة وعلاوة على ذلك فقد دخلت البحرين ضمن الفئة الاولى في مكافحة الاتجار بالبشر وفازت بعضوية مجلس حقوق الانسان مسيرة حافلة خلقت اجواء من التوازن الحقيقي بين الرؤية الوطنية الشاملة والتطلعات الشعبية الطموحة ما اسس لبيئة تنموية خصبة تستوعب متطلبات المرحلة القادمة